تستمر العمليات العسكرية في المثلة الناري والأكثر سخونة حيث المعارك الضارية بين مقاطعات خاركب دانياتسك ولوغانسك وبعد مطاردة القوات الأوكرانية للجيش الروسي الذي تمركز في مدينة كريمنايا أطراف مقاطعة لوغانسك يحشد الجيش الأوكراني عشرات الألاف من المقاتلين على أطراف مقاطعة لوغانسك من أجل السيطرة على مدينتي ليسيشانسك وسيفر دانياتسك ويتزامن ذلك مع تقدم قوات فاغنر الروسية في مدينة باخموت أطراف مقاطعة دانياتسك ذلك بعد سيطرتهم على بلدات زايتسفا وفيسوليا دالينة وأطرادوفكا مع دفع القوات الأوكرانية للإنسحاب والتراجع ومطالبة أوكرانيا لمزيد من الأسلحة والدخيرة من الغرب أما المحور الجنوبي حيث مقاطعتي خرصون وزبروجي فيشهد اقتحامات متكررة من القوات الأوكرانية التي سيطرت على بلدات ومدن أطراف المقاطعتين وتدور معارك ضارية في بلدات بياتخاتكي وسدو ويشينكا بعد الاقتحامات الأوكرانية حيث تقول القوات الروسية أنها حيدت مئات المقاتلين الأوكرانيين وعشرات الآليات عن الخدمة أما مقاطعة زبروجي المجاورة لخرصون فتشهد محاولات اختراق عديدة من منطقة إكريفويروغ نحو المحطة النووية بينما تؤكد روسيا تصديها لهذه العمليات وتكبيدها للجيش الأوكراني خسائر كبيرة بالعتاد والجنود لقناتي العربية والحدث رائد الأغبر أطراف دانيتسك